اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واكد فيها سموه على ان السودان ليس كسائر بلدان العالم فهو لا يملك تاريخا واحدا بل تواريخ ولا يملك تراثا واحدا بل اثارا واشكالا عدة من التراث اما الحدث التراثي الاخر فهو اقامة فعاليات النسخة التاسعة عشرة من ملتقى الشارق الدولي للراوي والتي حضرها ايضا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة اشار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة في الكلمة التي القاها سموه الى اهمية العناية بافراد المجتمع المحلي وتناول سموه اهمية موقع السودان وتاريخه المتنوع واهمية المحافظة على تراثه بكافة انواعه مؤكدا سموه دعمه لكافة المشاريع الثقافية لاعمار السودان السودان لا اعرف الناس ينظرون اليه باي منظار السودان عجيب كل بلد له تاريخ وله تراث لكن السودان لها تواريخ ولها اثار مختلفة فالسودان تأتي القوافل من غرب افريقيا عبر دارفور الى سواكي وهذا تراث منقول من الغرب السوداني وشمال افريقيا وتحبر الى سواكي وما هي سواكي التي دفعتني انا ان اتبنى هذا المشروع العظيم سواكي هي بوابة على العالم العربي والاسلامي وهي تنقل بقدر ما تنقل من اثار ومعارف واقوام الى هذه الارض تأتي باخرين اليهم ولذلك نلاحظ من ينظر الى شرق السودان يلاحظ العمارة التي هي عمارة البحر الاحمر لما ننظر الى التراث غير المنموس مثلا في الاغاني والموسيقى نراها مستفضة بالبحر الاحمر وغربي الجزيرة العربية كذلك هذا الخط يغني التراث الذي موجود الآن على طول هذا الخط خط اخر الى الابيض الى الناحية الثانية الى اواسط افريقيا وهذا يأتي باواسط افريقيا الى الخرطوم والمناطق المجاورة لها كذلك هناك خط اخر يأتي من الجنوب خط اخر يأتي من اثيوبيا وخط عظيم يأتي من الشمال على مملكة النوبة وما لها من تراث عظيم وكبير اذا هذا التنوع الموجود الموجودة لدينا الآن في هذه المنطقة لا بد من المحافظة عليه ولا بد من طيب ما فائدة المحافظة على التراث التراث والتاريخ ينمي الانتماء الوطني وكل واحد لا يملك في الارض اي شيء سهل عليه ان يرحل عنها ولذلك هذا التراث باثباته في الارض وباعادته وباعادة التراث غير الملموس هو احياء للذاكرة وترديدا لمستقبل الزاهر نحن نشكر اخوانا في السودان والان نستطيع ان نقول نبدأ العمل ان شاء الله في وضوح النهار ونتمنى ان شاء الله ليس فقط في مشروع سواكن وانما نحن معكم في كل اتجاه تتجهونه لإعمار السودان شكرا شكرا وجاءت ندوة حفظ التراث في السودان ضمن اطار عمل مشروع المتاحف المجتمعية في غرب السودان وحمايتها والمحافظة عليها استعرض الدكتور زكي اصلان مدير المركز الاقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي اكروم الشارقة جهود ومبادرات المركز في الحفاظ على التراث الثقافي والمراحل التي قام بها المركز بالتعاون مع الشركاء من الجهات في ترميم عدد من المواقع في الدول العربية وثمن الدكتور عبد الرحمن علي المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف في السودان دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لترميم المتاحف الأثرية الثلاثة في السودان والتي تشكل إرثا ثقافيا قيما من تاريخ السودان العريق وفي كلمة للمجلس الثقافي البريطاني أشار جافين أندرسون إلى الجهود التي يقوم بها المجلس في دعم التراث الثقافي بتعاون مع المؤسسات المعنية بالمحافظة على التراث المادية مما يسهم في لفت الأنظار إلى ضرورة العناية بكل ما يتصل بتاريخ وثقافة المجتمعات المحلية وقدمت هيلين ومايكل مالينسون من مؤسسة معماري مالينسون عرضا عن مشروع المتاحف المجتمعية في غرب السودان تضمن أبرز ملامح المشروع وأعمال الترميم وتجول صاحب السمو أحاكم الشارقة في أروقة المعرض المصاحب الذي ضم عددا من المخططات التي يجري العمل عليها في المتاحف الثلاثة في غرب السودان واتطلع سموه على سير العمل وعمليات الترميم فيها حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح الثلاثاء افتتاح فعاليات النسخة التاسعة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي وفي مركز إكسبو الشارقة استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لدى وصوله بالأهازيج والفنون الشعبية وتجول سموه في مختلف أرجاء الملتقى واتطلع على المشهد الإبداعي للكنوز البشرية الحية واستمع سموه إلى شروحات حول الملتقى وأهميته ومسيرته على مدار تسعة عشر عاما وما حققه من أجل استمرار ترسيخ وتعزيز دور ومكانة الراوي في المجتمع ثمنت الكلمات دعم صاحب السمو حاكم الشارقة لأنشطة معهد الشارقة للتراث وتوجيهاته السامية لخدمة التراث وحفظه وصونه من الضياع والاندثار وأكد رئيس المعهد سعادة عبد العزيز المسلم أن ملتقى الشارقة الدولية للراوي يعتبر رحلة ثقافية تراثية معرفية مميزة تتجدد كل عام في رحاب التراث الثقافي نستكشف من خلالها معارف عديدة وأسماء جديدة في حقل التراث الثقافي من مختلف أنحاء العالم وجاء الملتقى هذا العام تحت شعار ألف ليلة وليلة بكل ما يمكن أن يشكله هذا الشعار من فضاءات إبداعية ومساحات حيوية للتفاعل وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار لإثراء المشهد الثقافي والتراثي والمعرفي على المستوى العالمي وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور العرض الافتتاحية للملتقى حيث قدم عدد من الرواة من مختلف دول العالم سرد الرواية الشعبية التي عكست عادات وتقاليد الدول المشاركة وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم روبرتا إيدي ماسكاس من مدينة سيردينيا بإيطاليا الشخصية المكرمة للملتقى في مجال الحكايات الشعبية تقديرا لإسهاماتها العلمية والمعرفية خصوصا وأكرم سموه الرواة وهم كل من عبد الله بن سالم بن ذيبان الشامسي وراشد علي سالم الضبع الكتبي وسعيد سيف الطنيجي وفاطمة سعيد عبيد العليلي وديفيد نيلد وفلهمين فاندي ووغ شارك في فعاليات الملتقى هذا العام أكثر من 97 مشاركا من خبراء وباحثين وحكواتيين وإعلاميين من 43 دولة عربية وأجنبية وحلت جمهورية إيطاليا ضيف شرف على الملتقى وحفلت نسختها في العام من الملتقى بالأنشطة والبرامج والفعاليات الهادفة والجاذبة نجاح كبير رافق انعقاد وختام الدورة السادسة عشرة من ملتقى الشارق للسرد الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة واحتضنته هذا العام العاصمة الأردنية عمان ثالث مدينة عربية ينعقد فيها الملتقى بعد انطلاقته خارج الإمارات قبل عامين عمان ثالث مدينة عربية ينتقل إليها ملتقى الشارقة للسرد بعد أن وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الثقافة التي تنظم الملتقى بتنظيمه خارج الإمارات تحقيقا لرغبة سموه لفائدة أشمل وأعم للأدباء والكتاب العرب وتعزيزا للتعاون الثقافي فبعد مدينتي الأقصر في مصر والرباط في المغرب ها هو الملتقى ملتقى الشارقة للسرد يحط الرحالة في العاصمة الأردنية لتنعقد هنا فعاليات دورته السادسة عشرة بمشاركة أكثر من خمسين مبدعا إماراتيا وعربيا ومستعربا بحضور سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة الشارقة اليوم أصبحت بمثابة قبلة للثقافة والفنون في العالم العربي لا تقوم فقط باحتضان الفنانين والمثقفين والأدباء ولا فقط برعاية هذه الشريحة الاجتماعية المهمة وتقديرها وتقدير دورها الاستثنائي في العالم العربي بل تصدر أيضا دورا كبيرا في المنطقة العربية في رعاية هذه النخبة الأدبية والنخبة الفنية والنخبة الثقافية ورعاية الأعمال الفنية والثقافية والأدبية التحية للقائد الرائد المثال الكبير لريادة الأدب والثقافة والفنون التشكيلية السلطان القاسمي هذا الشخص المفعم بالعطاء الثقافي والفكري والأدبي والنهضوي والحضاري أحييه وأحيي شعب الشرق العزيز وأحيي هذا الثراء الذي نحن بحاجة إليه وبحاجة إلى المزيد من هذه الإصدارات من معارض الكتب من الفنون التشكيلية ومعارضها من المتاحف الآن عندما يأتي ذكر هذا الرجل الكبير قيمة وقامة في كل جهات العالم يشار إليه بالبنان بدعمه المفعم الكبير والميزانيات الضخمة التي يجندها لرواج الثقافة العربية لرواج الإبداع العربي الفكر العربي الشعر العربي وهذا نحن في أمس الحاجة إليه ثلاثة أيام شهد خلالها الملتقى تقديم أوراق عمل وجلسات نقدية وحوارية ناقشت موضوع الملتقى لهذه الدورة وهو الرواية التفاعلية الماهية والخصائص ملتقى الشارقة للسرد أعتبره مناسبة مهمة جدا تؤكد لنا من جهة دور حكومة الشارقة في تطوير التقافة العربية من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات الهامة حول الموضوعات التي تفرض نفسها على الفكر العربي وعلى الأدب العربي بصورة خاصة وهذا الملتقى حول الرواية التفاعلية من حيث الماهية والخصائص أعتبره بداية للتفكير جديد وطرح أسئلة مختلفة عن الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها الأدب العربي في المستقبل اتفق المشاركون من خلال عنوان الملتقى وما دار في جلساته على أنه ألقى نظرات رائية إلى المستقبل مثل هذه الملتقيات أنا حقيقة لم أحضر ملتقى الشارقة في الفلقصر ولا في الرباط ولا في أي دورة سابقة لكن أعتقد أن هذا الملتقى الآن في عمان وفي موضوعة الأدب التفاعلي هو ملتقى سابق لكثير من الأفكار بما يطرح من أسئلة بما يطرح من إشكاليات بالحقيقة ملتقى يضعنا بالضبط في قلب المستقبل نحن الآن لكن الملتقى وموضوعة الملتقى تضعنا في قلب المستقبل تعددت محاور الجلسات ما بين موضوعات شتى تهم الرواية التفاعلية والنقد الرقمي وأثر هذه الرواية في الرواية التقليدية واستفادتها مما تتيحه التقنيات الحديثة وتوظيف ذلك في صالحها ومسيرة تطورها إنني أتشرف بأن أشارك في مثل هذه الملتقيات ثاني مرة فأعتقد أنها في الأهمية القصوى بالنسبة إلى التأكيد على وحدة الثقافة العربية ووحدة اللغة العربية الفصحة وإلى جانب ذلك يجب الإشارة إلى أن المشاركين في مثل هذه الملتقيات والتي حضرتهما على كل حال إنما يهتمون بالظواهر الجديدة في الثقافة العربية والآدب العربي مما لا خير دليل أن الأدب العربي واللغة العربية ليس بالكائن المتجمد إنما عبارة عن الكائن الحي المتطور بسرعة والمتغير إيجابيا ومتماشيا مع متطلبات العصر ففي حين رأى البعض في الملتقى أن الرواية التفاعلية تتطلب قراء ومتلقين مختلفين عن قراء الرواية الورقية أشار أخرون إلى أن الرواية التفاعلية هي نص تسمح البرامج التكنولوجية بربطه بإمكانات تقنية وبأشكال متعددة كالصور والموسيقى والأفلام والألوان والخرائط وغيرها من الأشكال التي تضيئه نتغى الشارجة الآن يخطو فطوات واسعة بعدما أثمر وأنتج كثيرا في الإمارات الآن ينتقل إلى تجربة جديدة وتجربة ناجحة من خلال ثلاث محطات مرت كان في مصر والمغرب والآن في الأردن ونحن نشوف هذا النجاح والحمد لله والحضور الكبير والتفاعل الجميل أيضا أنتج كثير من الوثائق ومن البحوث ومن الكتب التي تخدم الجانب الثقافي وكل الشكر للدائرات الثقافية بالشارقة التي أيضا اعتنت كثيرا بهذا الجانب إن مبادرات الشارقة الثقافية الكثيرة التي تتبناها انطلاقا من موقعها كقبلة ثقافية وفكرية وإبداعية بارزة وكذلك من إيمانها الأكيد بأهمية الثقافة في التقدم والنماء وبناء الإنسان ضمن مشروعها النهضوي الكبير كل ذلك وغيره جعل من الشارقة وجهة تتوجه الأنظار إلى جميع ما تقوم به في ميادين الآداب والفنون والإبداع لابد من التمهيد وتوجيه الشكر للشيخ سلطان القاسمي على زهوده في الثقافة العربية ومن خلال الهيئة العربية للمسرح التي قدمت الكثير على مستوى الوطن العربي من محيطه إلى خليجه وأقامت أيضا مهرجان رم للفنو المسرحي في الأردن فلابد من توزيه هذا الشكر في زمن انحسار وتراجع في العمل الثقافي والاهتمام بالمسرح والاهتمام بالرواية والاهتمام بالأدب لأن الأدب يشكل هوية أمة فهذا الشكر الجزيل للشارقة والشيخ سلطان موصولا بالهيئة العربية للمسرح وهذا امتداد الآن ملتقى السرد هو امتداد لهذه الفعاليات الناشطة على مستوى الوطن العربي ملتقى الشارقة للسرد الذي اختتم دورته السادسة عشرة في عمان بنجاح كبير حظي باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام الأردنية والعربية التي خصصت عددا من برامجها التلفزيونية والإذاعية لتغطيات فعالياته المختلفة احتفالا باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين نظم مجلس الحيرة الأدبي التابع لدائرة الثقافة بشارقة أمسية شعرية استضاف فيها عددا من الشعراء السعوديين أنشدوا خلالها للوطن والمحبة والسلام تحقيقا لأحد أهدافه والمتمثل في جعله بيتا لكل الشعراء العرب وفي إطار مشاركة الأشقاء احتفالاتهم الوطنية نظم مجلس الحيرة الأدبي أمسية شعرية مشتركة لشعراء من السعودية والإمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية بحضور سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة وابط المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي وجمع من الشعراء والأدباء ومحبية الشعر الشعبي الذين حضروا لاستماع والاستمتاع مع شعراء الإمارات وشعراء السعودية ومشاركتهم فرحتهم باليوم الوطني لبلادهم أشكر مجلس الحيرة الأدبي على دعوتها الجميلة لإحياء هذه الأمسية الجميلة الوطنية السعودية الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني السعودي هم حتى القمة 89 لليوم الوطني السعودي أنا عاجز عن الشكر بمشاركة أخواني الشعراء السعوديين أيضا والشعراء الإماراتيين وهذا التلاحم يعني يدل على تجسيد روابط المحبة والأخاء والدم والله يبيض وجيكم أنا قصرتكم نشارك اليوم في هذا الأمسية اللي يتمثل نموذج يعبر عن توحد الشعبين شعب المملكة العربية السعودية وشعب الإمارات الحبيب في هذا المناسبة اللي نعدها عيد وطني للبلدين كل الشكر لدائرة الثقافة مجلس الحيرة الأدبي اللي جمعنا في هذا المساء اللي نعبر فيه عن محبتنا الوطنينا وطننا الإمارات ووطننا السعودية وانطلقت حناجر الشعراء تصدح بعذب الكلمات لأغلى وطن وهو يزده ويزدان في يومه الأغر مملكتنا شامخة طول السنين راسية بالعز ما تخضع أبد الحكومة والشعب متكاتفين لجلها روحين تحيا في جسد والعدو من فعلنا حظه يشين من يعاندنا مفارقها السعد دمنا دون الوطن حصن حصين نرخصه لجل الوطن واكثر بعد ديرتي فيها النشام حاضرين كاسي بن المجد لحل الوعد نفر الشعراء أزاهير الكلمات من بساتين أرواحهم على أرض الإمارات المعطاء وقادتها الميامين وعلى يمين ولي العهد لهيب يعمل بصمت عيون الدار تغضاب محمد إذا بدى برايه يصيب يدرى الوطن والوطن بالفعل يدراب لرؤية انثاقب للدار نحميب أرض انكساها وشاح العز جلباب شيخ الحميد السجاية مكتمو طيب من نسل زايد عريب القوم واللاب يلفيهم العاني ويده مطاليبة والزايرة لدارهم خبت بأركاب بعز ومجد الوطن تغنى الشعراء في هذه الأمسية وبصمود رجاله الأبطال وفرحة الانتصار هنا صمود الرجال وفرحة الانتصار والسير هل يتشرفنا ملفاتها هنا عزوم الكبار وكبرياء الكبار في صفحة المجد ما تحصى بطولاتها الأسرة هل يتعسف الحكم عسفة المهار رزت على هام تالمجات راياتها راياتها عز ومهابة سمو وافتخار ما تمحى مع مرور الوقت وقفاتها وقفاتها في الشدايد وقفاتها في الشدايد لو دار الحوار افعولها الصارمة تسبق قراراتها على وقع القواف والأوزان مرت دقائق هذه الأمسية الوطنية والتي عبر من خلالها الشعراء عن مدى حبهم وولائهم لتربة الوطن في يومه السعيد وهو يسير في دروب النماء والتقدم وفي ختام الأمسية كان لابد من لمسة تكريم وتقدير وشكر وامتنان للشعراء الذين لبوا الدعوة وأحي واحدة من أجمل الأمسيات التي ينظمها مجلس الحير الأدبي بالشارقة انتهى اللقاء وتوقف المشوار هذا الأسبوع في رحاب الأدب والفن على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله استودعكم الله وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة